اشتركوا في القناة في توقعاتنا اليوم السبت 14-3 بعتذر انا عن صوت الرياح لانه عن الرياح قوية جدا فممكن يطلع صوت ريح او يطلع صوت هيك اصوات هيك حركة اشياء زي هيك فاعذروني بالنسبة للقمر اليوم موجود بالعقرب ورح ينتقل للقوس رح يكون متواجد اغلب النهار في منزلة الشولة هي للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط وحكينا انه القمر لما بيكون اغلب الوقت موجود في العقرب تأثيره بيكون علينا لغاية ساعات الظهر تقريبا انه في هاي الفترة منكون اكثر تطرف في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة منشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا جيدا لاننا ممكن انه ننفجر في من حولنا تحت وطأ الضغوط عاطفية محبطة بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة او مشاهدة فيلم مغامرات او اتخاذ قرار حاسم او شراء بيت طبعا بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل معنا خلال هذا النهار اول زاوية رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة التسعة واثناشر دقيقة مساء يعني بعد الحلقة منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول ان نساعدهم قدر الامكان يعني عمل انساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر والشمس ورح تكون هاي في تمام الساعة اطناعش وسبعة واربعين دقيقة بعد منتصف الليل منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الاصدقاء نتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التزديس ايجابية رح تكون بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاث وخمسين دقيقة فجرا بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وعطارد رح تكون هاي في تمام الساعة تسعة وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع اما اخر زاوية رح تكون قبل خلوة المسار هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة عشرة وخمس دقائق يعني بتوقيت جرينتش احنا بنحكي هذا التوقيت ما قبل الظهر ولكن بالنسبة للاردن بيكون ظهرا نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسئولية طبعا بهاي الزاوية بيبدأ خلوة المسار يعني بحدوث هاي الزاوية تبلش بعدها مباشرة خلوة المسار خلوة المسار من الساعة عشرة وخمس دقائق بتوقيت جرينتش يعني الساعة 12 وخمس دقائق بتوقيت الاردن وبستمر لغاية الساعة 11 و9 دقائق ظهرا يعني تقريب الساعة عند طبعا ما يصير خلوة المسار دائما منحكي هاي فترة سلبية منسميها فترة خلوة المسار وهاي لا تصلح لأي قطوة جديدة مهمة في حياتنا وتوقيع عقد خطبة اي شيء من هذه المواضيع ما احنا منحكي انه بتكون سلبية الا اشيء منكون نويين عليه من قبل خلوة المسار في فترة خلوة المسار تقريبا الساعة 10 و 31 دقيقة بتصير زاوية تسديس ايجابية بين المريخ ونبتون هاي الزاوية بيكون عنا تركيز عالي يعني بصير عنا نوع من التركيز العالي لدرجة انه ممكن نكشف اي شخص بيحاول الكذب علينا او خداعنا وهي بتدفعنا لحب المغامرة او تحمس لفكرة ما وممكن نحقق انجازات علمية او عملية وحكينا انه الساعة 11 و 9 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش بيكون القمر انتقل للقوس واستقر فيه وبما انه القمر رح يكون موجود بالقوس فخلو المسار القادم رح يكون يوم 16 ثلاثة رح يكون فيه تمام الساعة 9 و 34 دقيقة يعني ما قبل ساعات الظهر بتوقيت جرينيتش بيستمر حتى تمام الساعة 4 و 24 دقيقة مساء يعني بعد حلقة اليوم اللي بعديه لا ينتقل بعدها القمر لبرج الجدي يعني مدة خلو المسار تقريبا بحدود يعني تقريب السبع ساعات عمر القمر القمر انحسار المحدب 19 يوم في تمام الساعة 8 و 7 دقائق مساء اي بعد الحلقة بيصير 20 يوم نسبة الاضاءة 75% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم وتنقلاته في الفترة القادمة الشمس في الحوت حتى 20 ثلاثة المزاج سعيد القمر في العقرب والقوس حتى 16 ثلاثة المزاج سعيد عطارد في الدلو حتى يوم 16 ثلاثة المزاج سعيد الزهرة في الثور حتى 34 المزاج منتحس المريخ في الجدي حتى 33 المزاج سعيد المشتري في الجدي حتى 14 خمسة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه منتحس زحل في الجدي حتى 22 ثلاثة وبعدين بنتقل للدلو مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 ثمانية وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد ابلوتو في الجدي حتى 25 أربع وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ممكن انه يتغير الوضع لصالحكم مع شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم التنازلات او تصحيح الاخطاء تقبل اراء الاخرين بدون تحفظ ممكن تنشط بمعاملة او ملف اما في ساعات الظهر بتنشطوا في السفر او اتصال بعيد كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن يعني القمر بكون في بيتك الثامن وبنتقل لبيتك التاسع بالنسبة لا بيتك الاول اليوم يعني شخصيتك او نفسيتك بتظل لغاية ساعات الظهر تقريبا مضغوط شوي في نوع من انواع الافكار عندك او الترتيبات ولكن بعد ساعات الظهر بتنشط بشكل واضح جدا يعني في ساعات الظهر تقريبا بتكون الامور ممتازة على المستوى النفسي والشخصي اما بالنسبة للبيت الثاني بيت المال فانا شايف انه الامور بتظلها نفس الشيء لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بتتحسن الامور بشكل واضح جدا على المستوى المالي ممكن تحصل على مال او الاغلب بيجي من عمل اضافي وممكن تحصل على هدية ولكن حاول انك تقلل من مصاريفك اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم في كثير من التحركات والتنقلات والاتصالات عندك اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد جدا في منكو ممكن يخرج في نزهة او رحلة او زيارة بيهتم بامور العلاقة بالتكنولوجيا والاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع اليوم الاهتمام اكثر على مستوى البيت رح تهتموا باحد المقربين لالكو او ايشي العلاقة بالبيت ممكن فرحة او نوع من انواع الابتهاج بصير بسبب خبر مناسب او خبر معين ولكن انه في نوع من انواع التعاون ما بينكو بين اهل البيت في بعض المشتريات او الترميمات او التصليحات بتكون على مستوى البيت في نوع من التعاون مع الاخوة ومع الابناء اما بالنسبة للبيت الخامس فانا شايف على مستوى العاطف اليوم احسن من اليوم الماضي بالعكس اليوم بكون الجو ايجابي جدا وفي منكم ممكن يبدأ علاقة غرامية يعني في جامعة في اكاديمية تعليمية في مركز لغات عن طريق التواصل الاجتماعي يعني في الاشياء اللي الها علاقة بالخارج او اللي عنده حبيب ممكن يتواصل معا اليوم بشكل جيد ويكون فيه نسبة اتفاق عالية جدا اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم تقدروا تنجزوا كثير من الاعمال المكللة لكم وفيه اشياء لها علاقة بالصحة ولكن انه انجاز الاعمال او التوتر العملي هو اكثر اشي برهقه خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع فانا شايف انه الامور على مستوى البيت السابع خالية تماما ما فيه لا ايجابي ولا سلبية فعشان هيك بنحكي عن مستوى الشراك المالي والعاطفية بتكون الامور روتينية في التعامل على حسب طبيعتك وعلى حسب الحياة اللي انتوا عايشينها اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايفه ممتاز جدا على المستوى المالي وبالعكس هذا بدعم برضو مع البيت الرابع لدرجة انه بعمل فرص للي بيشتغلوا في مجال العقارات او البناء او المنازل او الاراضي او الاشياء اللي الهاب من هذا القبيل فيه اشخاص ممكن يحصلوا على مال من شراكة او من تعويض او من مؤسسات حكومية ممكن من قرض بنك او استردادات من تأمين او الو نشاط بيكون في التأمين او اشي الو علاقة بالمواريث اما بالنسبة للبيت التاسع فانا حكيت لك انه بدك تنتبه في خلال ساعات ما بعد الظهر اثناء التنقلات والاتصالات احاول انه ما تكون عصبي تمسك حالك شوي من الحدية والعصبية اليوم بيكون في نوع من النشاط الايجابي اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف انه الامور جيدة على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من اعمالك خلال هذا النهار وبالعكس الامور دعميتك بشكل ممتاز جدا وممكن اليوم يصير في نوع من انواع التعاون بينك وبين احد الزملاء او بينك وبين رئيسك في العمل اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم في ساعات الظهر بيكون في نوع من انواع النشاط ما بينك وبين احد الاصدقاء او اتصال بيكون اتصال مثمر ممكن معاونة او مساعدة في مسألة معينة يا انت بتقدم له اياها يا هو بيقدم لك اياها او ممكن تكون رفقة يعني في نوع من انواع الدعوة لحضور حفلة او مناسبة او اجتماع او حتى يعني زيارة فيها شرب فنجان قهوة اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو اللي شوي ضغطك لانه ما زالت الكواكب بتشكل زوايا في برج الحوت فعشان هيك بدك تنتبه لصحتك يعني بيكون ببعض الاوقات بعطيك طاقة سلبية فبتشعر ببعض التعب وانه انت مش قادر تنجز او نوع من انواع بتمل من الروتين او من الضغوطات المستمرة اللي الها فترة وهي موجودة عليك حاول انك انت تنجز الاعمال الضرورية وتحاول انك تخلد للراحة من وقت لاخر واهم شي انك تراقب وضعك الصحي برج الثور بتحمل هاي الفترة توتر لانها من اكثر ايام الشهر ضغط عشان هيك حاضر من الخصام وما تعادي احد اتجنب الخلافات كليا خصمك ممكن يكون اقوى منك بالفترة هاي وطباعك مش من النوع الهادي بالفترة هاي خصوصا هذا الامر كله بيستمر لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت حاول انك انت تنفذها دون تردد ولا تلتهي بالامور الثانوية يعني القمر في البداية بيكون موجود مقابلك تماما في بيت الشراك المالي والعاطفي وبعدين بنتقل على بيتك الثامن اما لما نحكي عن الخارطة الفلكية عن البيت الاول منشوف انه روم انه الضغوطات اللي موجودة انه القمر مقابل للك مباشرة الا انه انت في عندك نوع من انواع الحيوية وعندك ثقة عالية بنفسك عندك نوع من النشاط بتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثاني فانا بقولك على المستوى المالي الامور اليوم بتصير جيدة وخصوصا في ساعات ما بعد الظهر يعني بيكون في نوع من انواع الدعم في شيء له علاقة بالاعمال الاضافية او الصفقات او الشغلات اللي ممكن انها تجيب لك فلوس مردود مالي مش ثابت يعني اشياء بتيجي مفاجئة يومية فعشان هيك استغلها انت بالشكل الجيد بتقدر تفوتر امور كثير اليوم وبتقدر انت ترتب ميزانيتك او مصاريفك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم عندك كثير من النشاط والاتصالات وخصوصا في ساعات الصباح بتكثر عندك الحركة بشكل ملفت للانتباه في منك رح يهتم بشراء سيارة او ممكن اجهزة الها علاقة باجهزة الاتصالات الامر الملفت كمان انه اليوم اذا عندك امتحانة رح يكون جيد ورح يكون بشكل مفاجئ انه ممتاز جدا والامر اللي له علاقة بالمناقشات والاتصالات والحوارات اليوم رح تكون ملفت للانتباه بسرعة البديهة اللي عندك وقدرتك على الاقناع اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه ما زال في نوع من انواع التوتر الا في هذا النهار ممكن شوي تحتد على مستوى البيت او تطلع عصبيتك او ما يعجبك شيء معين داخل البيت حاول انك تمسك عصابك الستات اللي في البيوت يحاولوا انهم ينتبهوا من الاصابات اثناء العمل المنزلي في منك رح يهتم اما بلقاء او باجتماع عائلي اما بالنسبة للبيت الخامس فلغاية ساعات الظهر تقريبا او ما بعد الظهر بتكون الامور فارغة تماما من الحضوذ لا اشي معك ولا اشي ضدك ولكن في ساعات ما بعد الظهر بتصير الامور بشكل ايجابي بتدعمك وبالعكس بتكون الامور العاطفية موجودة بقوة فممكن تتواصل مع احد الاحباء او ممكن انت توجه نوع من انواع الدعم للحبيب في خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت السادس فمنقول انه ما زالت الامور على المستوى العملي والمستوى الصحي ممتاز جدا فاليوم بتدعمك بشكل قوي انك تنجز كثير من الاعمال المو كالي للك وفي منك اللي حابب يقدم لوظيفة اليوم الفترة مناسبة جدا للتقديم للوظائف او للمقابلات او انه يجي رد على وظيفة معينة بالموافقة ان شاء الله تعالى اما بالنسبة للوضع الصحي فهو ممتاز وما فيه اي خوف اما بالنسبة للبيت السابع فحكينا انه بداية التوقعات عن البيت السابع والثامن ايش اللي من نبهك له ايش اللي من ايدك عليه خلال هذا النهار يعني فيه نوع من انواع الضغوط على الجهتين فعشان هيك بدك تكون حذر اما بالنسبة للبيت التاسع فلغاية ساعات الظهر الامور بتكون جيدة اللي عنده امتحان في ساعات الصباح بتكون لصالحه بدعمه الوضع بشكل ايجابي بالسفر بالتنقلات ولكن فيه ساعات ما بعد الظهر اذا عندك امتحان او مقابلة او تنقلات او سفر بدك تكون حذر جدا وبدك تنتبه وما تعول على الحظ نهائيا يعني بدك تكون مستعد لاي شيء طارق اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف على المستوى العملي اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المكلة لا اليك وفيه نوع من انواع التعاون ما بينك وبين احد الزملاء او احد رؤسائك بالعمل في انجاز شيء معين او نوع من انواع الدعم والاطراء لا اليك اما بالنسبة لبيتك 11 فهو روتيني تماما بعلاقاتك او اتصالاتك مع الاشخاص اللي بتعرفهم او علاقاتك العامة او اصدقائك فهو على طبيعة حياتك يعني نوع من انواع الروتين المعتاد بانت كيف بتتواصل مع الاحبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فانا شايف انه فيه نوع من انواع الضغط بيخليك تتكاسل او ممكن تتأخر او تتغيب عن عملك خلال هذا النهار فحاول انه انت ما تتأخر حاول انك تنجز الاعمال المطلوبة منك خصوصا الضروري منها عشان ما تتراكم عليك حاول انك انت برضو تنتبه لغذائك وتنتبه لصحتك يعني ما زل القمر موجود مقابلك فهذا بضعف من طاقتك شيئا ما برج الجوزاء يعني بتظل الامور الها علاقة بيصير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافة العمل راعي ظروفك الصحية بتعيد ترتيب الاوضاع وبتتحسن احوالك تلقائيا لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بترغبوا في تعزيز شراكتكم كونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاذر من الخلافات وما تضخم الامور لان القمر موجود في بيتك السادس بده ينتقل على بيتك السابع يعني مقابلك مباشرة فعشان هيك في هاي الفترة بتكون الطاقة ضعيفة جدا وبكون نوع من انواع التوتر موجود عند الاشخاص فحديتهم بتكون عالية شوي وبكونوا حساسين جدا جسمهم في قابلية للمرض او للتعب او للارهاق او تراكم الاعمال اما بالنسبة للبيت الاول فالامور جيدة على المستوى الشخصي اليوم يعني عندك طاقة عندك حيوية عالية جدا حتى انك اليوم تقدر تقنع اي شخص بوجهة نظرك ممكن تبادر بشراء اما ثيابة جديدة او قصة شعر او نوع من انواع التغيير في شكلك العام اما بالنسبة للبيت الثاني فشايف اليوم الاهتمام المالي جيد جدا عندك كثير من التحركات الها علاقة بالمال فممكن اليوم تحصل على نتائج جيدة خصوصا من العمل الاضافي او نوع من انواع الدعم وفي منكو ممكن يحصل على هدية اما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم كثير نشاط الى علاقة بالاتصالات والمواصلات قدرة الاقناع اليوم عالية جدا سرعة بديهتكو عالية جدا يعني اعلى من الايام اللي مضت كمان اللي عنده امتحان رح ينجز بشكل جيد في منكو رح ينجز يعني ينشط في اشياء العلاقة بالاجتماعات او اللقاءات او حتى المؤتمرات او حتى الاحتفالات وفعشان هيك اليوم رح يكون جيد جدا على هذا المستوى بتقدر تلفت الانتباه ببساطة جدا واللي بيشتغله في مجال التسويق اليوم بيقدر يسوق لاي سلعة بسهولة وفي منكو رح يكون له تنقلات كثيرة خارج المدينة اللي هو فيها يعني او تنقلات ما بين المدن على اكثر من اتجاه اما بالنسبة للبيت الرابع فوضع البيت جيد تقدروا تقنعوا اي شخص بوجهة نظركم داخل البيت اليوم لو كان في اجتماع عائلي او نقاش او نوع من انواع التواصل العائلي فاليوم برضو جيد جدا على مستوى البيت ممكن تهتموا بصيانة او شراء بعض الحاجيات للمنزل او عادة صيانة او ترتيب اللي بيشتغلوا في مجال العقارات برضو اليوم هذا لصالحهم اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور العاطفية مستقرة اليوم تقدر تتواصل مع الحبيب او ممكن انك انت تبادر بمساعدة الحبيب بمسألة معينة او النقاش معاه في مسألة معينة او انه بتفكر في الخروج في فسحة او رحلة او نزوة او اشياء من هذا القبيل هذا يوم ايجابي والحظ بيدعمك بشكل جيد اما بالنسبة لبيتك السادس والسابع فذكرناه في بداية الحلقة اهم اشي انه تدير بالك عند الشراكي وخصوصا لما الخمر يصير مباشرة مقابلك اما بالنسبة لبيت الثامن فهو جيد على مستوى ترتيب الامور المالية والنفقات الالتزامات الدفعات في منكم ممكن يهتم بامور الى علاقة بالبنوك او الدوائر الحكومية مثل ضريبة او تامين او اشياء من هذا القبيل ففي فرص مالية ممكن تيجي عن طريق شراكي او تعويض خلال هذا النهار اما بالنسبة لالامور اللي الها علاقة بالمواريث فبرضو اليوم جيد هذا انك تطرح الموضوع او تناقش الفكرة بقدرة عالية جدا من الاقناع اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه الامور لغاية ساعات الظهر جيدة ولكن بعد ساعات الظهر اللي عنده امتحان او عنده سفر او عنده تنقلات بدي يكون حذر جدا ما يعتمد على الحضوض نهائيا بدي يكون مستعد بشكل كبير اما بالنسبة لبيتك العاشر فانا شايف على مستوى العمل انه عمل روتيني بتقدر تنجز الاعمال المطلوبة منك اليوم فقط لا غير يعني ما عندك حب المبادرة حتى للتطوير ممكن يصير فيه نوع من انواع التواصل بينك وبين احد الزملاء او رؤساك بالعمل اما لخطة معينة او لحل معين او لطرح مشكلة معينة لنقاشها اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف ما زالت الامور على المستوى العلاقات العامة والاصدقاء متوترة فعشان هيك الفترة هاي لسه بتحمل لك نوع من انواع الضغوط مع المعارف او جفاهم او بعدهم عنك او انت اساسا مش حاب تتواصل معهم اما بالنسبة لبيتك 12 فانا شايف الامور جيد اليوم على مستوى العمل بتقدر تنجز كثير من الاعمال مهم اليوم وبرضو بتقدر تتواصل مع الاشخاص اللي حواليك بشكل جيد جدا وبتهتم بوضعك الصحي او بشكلك او بالامور اللي الها علاقة بالطاقة والاهتمام بهاي الامور برج السرطان برصة مناسبة لتحقيق انجاز ضع مخاوفك جانبا وما تتهرب الاجواء مناسبة ممكن تلاقي او تتعرف او تحب او تتواصل مع الحبيب او نوع من انواع الغراميات وخصوصا في الفترة اللي هي ما قبل ساعات الظهر اما بعد ساعات الظهر بدك تنتبه كثير لصحتك وبدك برضو تراعي وضعك الصحي بتتراكم عندك الاعمال اكثر من المعتاد وممكن تجده صعوبة في انجاز الكثير من هاي الاعمال يعني احنا بنحكي عنه القمر كان في بيتك الخامس او موجود في بيتك الخامس وبدينتقل على بيتك السادس بيت الصحة والعمل فعشان هيك بدك تكون حذر من هاي النقاط اللي احنا ذكرناها وتستغل الاشياء الايجابية في الوقت الايجابي اما بالنسبة لبيتك الاول فرغم هاي الضغوط اليوم برضو عندك ثقة عالية بنفسك عندك قدرة عالية اليوم انك انت تحقق انجازات على المستوى الشخصي يعني في منكو ممكن يلجأ لقصة شعر او ثيابة جديدة او شراءة البسة او اشياء من هذا القبيل النوع من انواع التغيير في الشخصية او بالشكل العام اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف انه الامور المالية اليوم برضو احسن من اليوم الماضي اليوم بتنشط على المستوى المالي بشكل جيد الحظ بيدعمك وبرضو في فرص كثيري لعملية الجدول او ترتيب الوضع المالي او اعادة الحسابات لترتيب الفترة القادمة راح تكون برضو جيدة وتقدر تنجزها بالشكل الممتاز ولكن برضو من حذرك من التقليل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف اليوم عندك كثير من التحركات والاتصالات اللي عنده امتحان ممكن ينجز انجاز جيد خلال هذا النهار واللي عنده مقابلة او عنده مناقشة اليوم بقدر يقنع اي شخص بوجهة نظره سرعة البديهة عندك عالية جدا وقدرة الاقناع عندك عالية جدا فعشان هيك يستغل هذا النهار بشكل ايجابي في منكو اشخاص ممكن يهتموا بامور الها علاقة بالسيارات او بالتكنولوجيا وبرضو رح يكون الامر جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهو ممتاز جدا على مستوى التواصل المنزلي في نوع من انواع الالفي او التفاهم على المستوى البيتي في لقاءات او اجتماعات مع العائلة او افراد من العائلة او تواصل مع اخوة او مع الجيران او لقاءات عائلية لطرح مشكلة معينة برضو اللي بيشتغلوا في مجال العقارات او بيهتموا في امور العقارات فاليوم هذا مناسب جدا لالهم انبيع مشترى تنقل شغلات مثل هيك كلها هاي بتكون ايجابية اما بالنسبة للبيت الخامس والسادس فذكرناها في بداية الحلقة بالنسبة لبيتك السابع انا شايف الامور روتينية بالتعامل ما بينك وبين الشريك ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع التوتر فحاول انك انت تتجنب المشاكل والخلافات خلال هذا النهار على اساس انه ما تحتد الامور وما تكبر وبالعكس تركها يومين ثلاثة هيك بعدين الامور بترتاح بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف الامور جيدة على مستوى الامور اللي الها علاقة بالاموال المشتركة اموال بتحصل عليها يا من شريك يا من يعني شريك زوج شريك بالعمل اشياء من هذا القبيل وممكن استردادات مالية او امور الها علاقة بتأمين او معاملات بنكية او معاملات ضريبية او حتى لو امور الها علاقة بالميراث او الديون اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايف انه الامور على المستوى البيت التاسع شوي فيها يعني نوع من الروتين لغاية ساعة الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بصير الامر ضاغط جدا فلا تعتمد على الحضوظ نهائيا وحاول تنجز الامور بشكل جيد ما تعتمد على الحظ نهائيا اذا كان عندك امتحان او عندك سفر او تنقلات او اتصالات وحاول انك تمسك عصبيتك عشان ما تحتد وتوتر وتنفعل خلال هذا النهار. اما بالنسبة لى بيتك العاشر فانا شايف على مستوى العمل في نوع من انواع الضغط فتتراكم عندك الاعمال. او 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 خلال هذا النهار حاول انك تنجز اعمالك بدون تأخير وبدون تأجيل وبدون مماطلة على اساس انه هذا الاشي ممكن يرهقك في الفترة القادمة حاول انك تهتم برضو بوضعك الصحي اما بالنسبة لبيتك 11 فاليوم الوضع مع الاصدقاء جيد جدا اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او لقاء او حتى تواصل فالامور راح تكون لصالحك بشكل ايجابي خلال هذا النهار وممكن يفاجأك بعض الاشخاص او الاصدقاء بشيء معين او انت ممكن يتفاجئهم ممكن تتواصل معهم بنقطة معينة او التقاء معين او ممكن انه هم يبادروا بمساعدتك في مسألة معينة اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه الامور على بيت المتاعب جيدة جدا خلال هذا النهار ممكن تحقق كثير من الانجازات او ممكن انه برضو تهتم بوضع صحي او لأحد الاقارب ولكن بالمقابل بدك انت تراعي كل الامور بشكل جيد بدون تقصير مرج الاسد لا تسمح لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر عليك او تأثر على استقرارك ممكن تنهمك اليوم بحل مسألة عائلية او شخصية يعني بكون في عندك نوع من انوع القلق وممكن تتدمر الاقل اشارة اما في ساعات الظهر بتبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم باحباءكم بتعيش لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وبتطمئن وفي عندك نوع من انواع الرومانسيات طبعا القمر موجود في البيت الرابع ورح ينتقل للبيت الخامس اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم انا شايف شخصيتك احسن نفسيتك احسن من يوم امس بالعكس اليوم انت في عندك نشاط وحيوية ممكن يعني تعمل اي شيء علاقة بالتغيير المزاج او المنظر العام اليك قصة شعر لبس نوع من انواع يعني اشياء لها علاقة بالمظهر الخارجي اما بالنسبة للبيت الثاني فانا شايف الامور جيدة على المستوى المال اليوم ممكن تحصل على مال من عمل اضافي او نوع من انواع الدعم او المساعدة في فرص رح تكون خصوصا بعد ساعات الظهر احاول انك انت تستغلها بالشغل الايجابي وتتحرك علشان تستفيد من هاي الامور اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه اليوم اكثر من امس عندك كثير من التحركات والاتصالات والنشاط يعني بتحاول انك تعوض اليومين اللي مضوا هدولا من نوعية يعني كان اقل يعني بالحركة ولكن اليوم مميز بالحركة والنشاط اللي عنده امتحانة او مقابلة اليوم بنجز بشكل ممتاز جدا بالعكس يعني ممكن اليوم يحقق انجازات ما كان يتوقعها اذا تحرك في هذا الاتجاه مش اذا ظل نايم في البيت اللي عنده امتحان برضو بنجز فيه نوع من انواع الاهتمام في شيء العلاقة بالسيارة او باجهزة الاتصالات والمواصلات اما بالنسبة للبيت الرابع والبيت الخامس فاحنا ذكرناها في بداية الحلقة اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم فيه انجاز كثير من الاعمال خصوصا لغاية ساعات العصر بتقدر تنجز كثير من الاعمال الموكلة للك بتقدر تهتم بوضعك الصحي ممكن انك انت اليوم يصير فيه نوع من انواع التواصل لعمل جديد او تطوير مجال العمل تاعك او تتواصل في شيء له علاقة بالعمل او تقديم طلبات ولكن في ساعات العصر بتبلش الامور فيها نوع من انواع الضغط عليك فعشان هيك بدك تنتبه لوضعك الصحي وبدك تنتبه من عصبيتك اثناء العمل اما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني ما فيه لا شيء ايجابي ولا شيء سلبي ولكن شايف انا فيه نوع من انواع الحدية في طباعك حاول انك تمسك عصابك من الانفعال والعصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف انه اليوم فيه امور الها علاقة بالاموال المشتركة يا بتجيك اموال عن طريق تعويض يا عن طريق شراكة يا عن طريق بنك يا عن طريق مؤسسة حكومية مثل تأمين او مثل ضريبة ممكن مطالبة بمواريث مطالبة بديون قديمة اشياء من هذا القبيل فهدول اللي عندهم هذا الاهتمام اليوم رح يحققوا الاموال من هذا الاتجاه اما بالنسبة للبيت التاسع فبقول لك بدك تمسك اعصابك اليوم في اثناء الاتصالات البعيدة او اذا كان عندك امتحان جامعي ما تعتمد على الحظ بدك تدرس بشكل جيد واللي عنده سفر بده يستعد بشكل جيد لاي سفر او لاي احداث طارئة ممكن تحدث على شيء له علاقة بالسفر فيه نوع من الحدية في الطباع خصوصا بالتعامل مع المؤسسات التعليمية او مع اشخاص بدرسوا معك او مدرسين اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف اليوم فيه نشاط كثير بالنسبة للعمل يعني بتقدر تنجز كثير من العمل الموكل اللي لايلك اليوم فيه نوع من انواع التعاون ما بينك وبين زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل اللي حابب يشتغل في شركة كبيرة اليوم بيقدر يقدم طلبات يعني الامور ممتازة وممكن بعضكو يحصل على عمل مع مؤسسة كبيرة او شركة كبيرة اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه دعم من الاصدقاء او من اللي حواليك واضح تماما فيه نوع من انواع التواصل او اللقاءات او نوع من انواع المساعدي من احد الاصدقاء لا اليك او انت بتساعد احد الاصدقاء ولكن الامر ايجابي ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او وجبة غدا او يعني وجبة طعام او حتى شرب فنجنجه ولكن انه بكون فيه نوع من انواع التواصل الجيد اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه الامور عمستوى بيت المتاعب فارغة تماما من اي ضغط سلبي فعشان هيك اليوم تقدر تنجز كثير من الاعمال المكللة اليك تقدر ترتب الاولويات تاعت العمل المهم والاهم والشغلات اللي مثل هيك حتى بكون فيه عندك نشاط على المستوى الصحي ممكن فيه ساعات ما بعد العصر اما عيادة مريض او زيادة مريض او زيارة احد الاشخاص كان في مستشفى او هو في مستشفى برج العذراء هذا اليوم بتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة عبر عن رأيك وفاوض بجراءة تتميز بسرعة الخاطر وسرعة البديهة والقدرة على ايجاد الحلول اما في ساعات ما بعد الظهر بتعيدوا التنظيم اموركم البيتية والعائلية وممكن يطرق عطل منزلي او حدث عائلي يعني القمر بيكون في بيتك الثالث وبنتقل لبيتك الرابع اما بالنسبة لبيتك الاول فانا شايف انه الامور جيد نفسيتك اليوم مرحة فيه نوع من انواع الاجتهاد لتغيير شكلك او منظرك او احداث بعض التغيير في لق تاعك قصة شعر ثيابة جديدة هندامة جديدة اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك الثاني فهو قوي جدا اليوم على المستوى المال فعشان هيك اليوم كل التحركات رح تكون منصبة باتجاه الامور المالية فعشان هيك بتحاول انك تعزز الامور المالية في منكو رح يشتغل على العمل الاضافي او على التحركات اللي الها علاقة بحصد المال يعني في اشياء مطمئنة في هذا البيت ولكن انه بتكون تقللوا من مصاريفكم في منكو ممكن يحصل على دعم او على هدية اما بالنسبة للبيت الثالث والرابع ذكرناها في البداية بالنسبة للبيت الخامس يعني التواصل ما بينك وبين الحبيب شيئا ما ما فيه توتر فعشان هيك بتتعامل بطبيعتك بشكل روتيني بينك وبين الحبيب فالامور فيها نوع من انواع التواصل الايجابي احنا منسميها لانه ما فيه اي سلبية ظاهرة في البيت اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم عندك كثير من الاعمال الموكلة للك حابب انك انت تنجزها وتتممها اللي حابب يقدم لعمل او لا فرصة عمل في مؤسسة او شركة فاليوم الوضع ايجابي ممكن تهتم بوضع صحي او مراقبة وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فهو حاد جدا بالتعامل مع الشركاء في المال وفي العاطفة فعشان هيك حاول انك تمسك اعصابك ما تعصب وما تخالف اي شيء في بنود الشراكة على اساس انه ما تحتده لاموره تكبر حاول ما تدخل بخلافات او نقاشات حدي اما بالنسبة للبيت الثامن فهو ايجابي على مستوى مستوى الدعم المادي الخارجي فعشان هيك ممكن تحصل على مال بعود لك يا من شراكة يا من تعويض يا من امور الها علاقة بالمواريث او ديون قديمة او امور الها علاقة بالبنوك او التأمينات او المؤسسات الضريبة مردودات مالية وممكن برضو الطالب بديون لا اليك وتحصلها خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بكثر عندك التنقل والاتصالات البعيدة عندك نشاط عالي في هذا المجال على المستوى التعليمي والدراسي فهو جيد جدا خصوصا على المستوى الجامعي ولكن في ساعات ما بعد الظهر بدك تحاول انك انت تعتمد على نفسك اكثر ما تعتمد على الحظوظ بشكل كبير لانه على اساس انه الامور تمشي بالشكل الجيد اللي عنده سفر او عنده تنقلات هذا النهار بتكون الامور لصالحه اما بالنسبة للبيت العاشر فعلى مستوى الشركات الكبيرة والمؤسسات العامة ممكن اليوم تحقق كثير من الانجازات ممكن اليوم يكون فيه نشاط واضح لا اليك بانجاز الاعمال او التواصل مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل وممكن يتوكل لك عمل اليوم على اساس انك انت عندك القدرة على انجازه ما تتذمر منه بالعكس هذا بيثبت وضعك بالنسبة للفترة القادمة واللي حابب يقدم لفرصة عمل في شركة كبيرة اليوم مناسب جدا اما بالنسبة لبيتك 11 فانا شايف انه ما زلت على مستوى العلاقات الاصدقاء فيه نوع من انواع التهرب او نوع من انواع البعد عن الاصدقاء يعني او التواصل الروتيني بس بدون حرارة او شغف للتواصل فعشان هيك الامور بيكون فيها نوع من انواع العصبية او الحدية حاول انك تمسك عصابك اما بالنسبة لبيت المتاعب فالامور ما زالت على مستوى العمل انه رغم كثرة العمل اللي موجودة عليك او الاشياء الموكلة الا انه انت ممكن تشكي من التذمر انه يعني والله كثير الشغل هذا يعني حرام انه في الفترة هاي او التزام الزيادي مش احنا بنحكي انه لا هو انت تلزم بهذا العمل فعشان هيك بتتذمر منه حاول تنجز المهم من العمال وما تخليها تتراكم عليك يعني الفترة ايجابية ممكن تدعم موقفك في الفترة القادمة برج الميزان بتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بنفسك بتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك واضف اموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة في ساعات الظهر بتنشطوا في السفر والاتصالات اهم شيء تكونوا اكثر وعي على الطرقات يعني القمر في البيت الثاني بيت المال وبعدين بنتقل للبيت الثالث الامر ايجابي خلال هذا النهار في بعض الامور اللي راح تحققها من خلال حركة القمر اما بالنسبة للبيت الاول فاليوم نفسيتك برضو احسن من يوم امس يعني بتتحرك بنشطات ممتازة منفت للانتباه في نوع من الاهتمام فيك عالي جدا خلال هذا النهار حاول تستغل هذا الاهتمام وتوظفه بالاتجاه الصحيح اما بالنسبة للبيت الثاني والثالث فذكرناها في بداية التوقع اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف انه فيه اهتمام جيد على مستوى البيت فيه هدوء فيه سلام يعني نوع من انواع الراحة شيئا ما او الراحة النسبية فعشان هيك الامور راح تكون ايجابية على مستوى البيت اللي بيشتغلوا في مجال العقارات او في البيوت او في الاراضي اليوم ممكن يحققوا انجاز جيد فيه منكو ممكن يهتم فيه مسألة الها علاقة بالصيانة او بالترتيب او بالتنظيم المنزلي اما بالنسبة للبيت الخامس فالامور العاطفية ما زالت روتينية عندك فعشان هيك بتتعامل مع الحبيب بشكل روتيني ولكن احذر في ساعات المساء من بعض الحدية او التسرع او العصبية في ردة الفعل تاعتك ما تكون حساس اما بالنسبة للبيت السادس فاليوم عندك كثير من الامور المتقلبة على المستوى العمل والمستوى الصحي فعشان هيك اليوم بتنجز اعمال انت فيه اعمال كثيرة مطلوبة منك فيه ساعات الظاهرة بتزيد القوة عندك او النشاط عندك لانجاز هاي الاعمال ولكن فيه ساعات المساء شوي ممكن تتوتر الامور عندك فتنفعل او تعصب فعشان هيك يحاول انك تمسك اعصابك بشكل جيد يعني ما تسمح للامور بانها تتفاقم اكثر اما على مستوى بيت الشراكي المالية والعاطفية فانا شايف الامور جيدة على المستوى الشراكي المالي والعاطفي فعشان هيك اليوم انت بتحقق كثير من الانجازات على المستوى الشراكي بتتفاوض في حل مسألة معينة او مشكلة معينة الامور جيدة بتدعمك بشكل ايجابي اما بالنسبة للبيت الثامن فالامور ممتازة جدا ممكن تحصل اليوم اموال الها علاقة بتعويض او من شراكة او ردية اموال او سداد دين او نوع من انواع الدعم يعني في امور بتدعم هذا الموقف ولكن برضو بنبهك من كثرة المصاريف اما بالنسبة للبيت التاسع فالامور جيدة على مستوى الامتحانات والاتصالات والسفر والتنقلات والتواصل مع جهات اجنبية فبتظلها دعميتك لغاية ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بدك تدير بالك انه الحظ بقل شوي فعشان هيك ممكن انك تتوتر او ممكن انه يكون الشيء مفاجئ لا اليك فانت ما تتخيل انه النتائج رح تكون بهذه الصورة فبدك تكون حذر وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فانا شايف الامور جيدة على مستوى العمل مع الشركات الكبيرة والمؤسسات الكبيرة فعشان هيك بتقدر اليوم يدلم لتوظيف او لطلب عمل وممكن بعضكم يدلم لطلبات تجي موافقة اليوم للعمل في منكم ممكن ينشط مع الزملاء او رؤساء بالعمل في حل مسألة معينة او يوكلوا امر للايام القادمة انه ينجزوا فهذا الاشي رح يكون لمصلحته ان انجزوا اما بالنسبة لبيتك 11 فالامور على مستوى العلاقات والاصدقاء فاترة فعشان هيك نوع من انواع التواصل الروتيني بس برضو بيجي في حالة نفسية انه انت ما بدك هذا التواصل او بتتهرب من بعض الاصدقاء او من بعض العلاقات يعني في عندك اشياء مهمة او اشياء شغليتك اكثر من الاهتمام بهذا المكان وان اديت بعض الزيارات رح تكون بس تأديت واجب فقط لا غير اما بالنسبة لبيت متاعبك فاليوم برضو بساعدك في انجاز كثير من الاعمال المهمة وبدعم وضعك الصحي بشكل جيد بس برضو بدك تنتبه انه منعتك شوي ضعيفة دير بالك من رشح فلو انزه اشياء من هذا القبيل يعني وباقي الامور ان شاء الله بتكون جيدة ممكن تهتم بصحة احد المقربين لا اليك او بعيادة مريض او زيارة مريض في بيته او في المستشفى برج العقرب تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر اللقاءات ممكن تتلقى مفاجأة سارة وممكن أنك تفرح لحدث كبير يعني يوم رح يكون إن شاء الله مميز أما بساعات الظهر بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم أهم شيء أن تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة يعني القمر موجود في البيت الأول وموجود في البيت الثاني فعشان هيك بيدعمكم على المستويين اللي إحنا ذكرناهم في فرص برضو مالية بتجيك من عمل إضافي أو ممكن إنها بتجيك نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فبتكثر اليوم التنقلات والاتصالات عندك في عندك نوع من أنواع النشاط العالي أو المفرد في التواصل مع الناس اللي حواليك في عندك سرعة بديهة عالية بتقدر اليوم تقنع أي شخص بوجهة نظرك اللي عنده امتحان برضو رح ينجز بشكل جيد وفي نوع من أنواع الاهتمام بالاتصالات أو المواصلات أما بالنسبة للبيت الرابع فاليوم أضعف من يوم أمس على المستوى المنزلي فعشان هيك ممكن في ساعة الظهر تكون في نوع من أنواع الحدية أو الحساسية أو العصبية من تصرف ما أو من كلمة معينة فتتحسس منها ممكن إنك تثور أو تعصب من خلالها وممكن تسمع خبر ما يناسبك أو يزعجك فعشان هيك بدك تكون حذر وخاصة مع أفراد البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية ما زالت عندك أنت ضعيفة فعشان هيك طريقة التواصل ما بينك وبين الحبيب ضعيفة أو نوع من أنواع الإنزعاج أو أنك أنت ما زعوج من مسألة معينة تصرفها معك الحبيب فأنت عشان هيك الضغط النفسي هذا بتحاول تعاقب حالك أو تعاقب الحبيب فيه فحاول أنك أنت تطلع من هذا الجو وتتواصل وتستغل الأجواء ممكن تكون فيها نوع من أنواع الإيجابية بشكل مناسب لإلك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف على مستوى العمل اليوم تقدر تنجز كثير من الأعمال الممكن لإلك في عندك اهتمامات في عمل معين أو ممكن نشاط باتجاه معين أو حابب تقدم لوظيفة في اليوم مناسب جدا وفي نوع من أنواع الاهتمام على المستوى الصحي في نوع من يعني إشي العلاقة بالخلطات بالعشاب بالمكملات الغذائية أو الفيتامينات أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى الشراك المالية والعاطفية فأنا شايف الأمور جيدة تقدر تتواصل مع الشريك بشكل جيد إن أرد ذلك ولكن إذا ما أرد ذلك فطبيعة الحال بدو يظل في نوع من أنواع الفتور في العلاقة أو تصير العلاقة روتينية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأمور جيدة على مستوى العمل المشترك فعشانك بتقدر تحقق إنجازات وممكن يجيك مردود مالي من خلال هذا العمل يعني من عمل إضافي أو من شراكة معينة أو ممكن يجيك عن طريق بنك عن طريق تأمينات عن طريق أمور إلها علاقة بالمواريث أو نوع من المساعدات أو الهبات أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم في عندك نشاط بالاتصالات الخارجية لغاية ساعات الظهر وبتكون الأمور حليفة لإلك على مستوى السفر والاتصالات والامتحانات يعني الأمور بتكون جيدة جدا أما في ساعات ما بعد الظهر بتلاقي إنه الأمور صار فيها نوع من أنواع الضغط فعشان هيك بدك تمسك حالك من العصبية والتوتر وما تعتمد على الحظ إذا كان عندك امتحان أو سفر أما بالنسبة للبيت العاشر فما زال العمل بشغل فكرك بتحاول أنك يا بتدور على عمل أو أنك أنت مهتم في مسألة إلها علاقة بالتواصل مع زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو عندك مكلف أنت بعمال كثيرة فمرهقيتك بالفترة هاي حاول تنجزها لأنه راح تساعدك بالفترة القادمة أما بالنسبة لبيتك 11 اليوم عندك اتصالات مع الأصدقاء أو مع المعارف وممكن يتكلل هذا بلقاء أو اجتماع أو عزوم إلى فنجان قهوة لقاء أو أنت تدوم بزيارة معينة أو تتواصل مع الأحبة والأصدقاء بطريقة جيدة خلال هذا النهار يعني في فرص كثيرة ممكن يتوجه لك برضو دعوة لحضور حفلي أو مناسبة وممكن أنت توجه هاي الدعوة لاجتماع أو زيارة لعندك أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه برضو أنت في عندك نوع من الكسل أو الروتين العادي أو ملل من الروتين في العمال فعشان هيك بتحاول أنك أنت تهرب لأي شيء ثاني فعشان هيك بتراكم العمل عندك حاول أنك تركز بشكل جيد وانجز العمال الضرورية وما تخليها تتراكم لأنه هذا الإشي بضعفك بالفترة القادمة وممكن تهتم بصحة قريب لأيلك بشكل مباشر برج القوس ابتعدوا عن المغامرات وعن الرهان على الحظ ممكن تعاني في هاي الفترة من تراجع في الأرباح والمعنويات أو الحيوية أهم شيء أنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحدود لغاية يعني ساعات الظهر بعد ساعات الظهر بتمتلقوا بعض من النشاط والحيوية وبتقلب بعض الخيارات والتوجهات اللي تناسب وضعك الحالي ممكن تتمتع بقدرة عالية على قلب المعطيات لصالحك لأنه القمر أول إشي كان موجود في بيت متاعبك وبعدين رح ينتقل لعندك وعلى كلا الحالتين الأمر رح يكون بشكل جيد ولكن برضو منقول أنه مناعتك ضعيفة فعشان هيك بدك تهتم بوضعك الصحي أو التغذية المناسبة على أساس أنك أنت ما تمرض في خلال هذه الفترة أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه اليوم عندك كثير من الاهتمامات المالية ممكن ترتب أمور إلى علاقة بالأموال أو نوع من أنواع المساعدات أو نوع من أنواع الهبات أو من عمل إضافي ولكن بدك تقلل من المصاريف أو أنك تتفشش بشراء أشياء أنت مش بحاجتها أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه برضو على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات اليوم عالي جدا واللي عنده امتحان اليوم ممكن ينجز بشكل جيد خصوصا في ساعات الظهر ممكن تكثر عندك الاتصالات والتحركات في ساعات الظهر لدرجة أنه أنت تكون بكامل حيويتك ونشاطك أما بالنسبة للبيت الرابع فأنا شايف أنه في ضغط على مستوى البيت يعني أنت مرهق من البيت أو من أحد أفراد البيت ممكن كثر الالتزامات أو الارتباطات أو المشاكل المنزلية اللي أنت بتحاول تعالجها أو بعض الأعطال اللي أنت بتحاول أنك تعمل لها صياني أو ترتيب خلال الفترة هاي أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا شايف على المستوى العاطفي أنت جيد أمورك جيدة بتقدر تتواصل مع الحبيب ويكون تواصل ممتاز في نوع من أنواع الحظوظة بتدعمك خلال هذا النهار فعشان هيك يستغل للفترة هاي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس في كثير من الأعمال اليوم بتحاول أنك أنت تنجزها وتتممها الوضع ممتاز وعندك قدرة على إنجاز كثير من الأعمال وفيما يمكن بعضك يهتم بوضع صحي أو مراقبة وضع صحي بعود له أو بعود لأحد الأقارب لأله أما بالنسبة لبيتك السابع فأنا شايف على المستوى الشراكي المالي والعاطفي الأمور جيدة بتقدر تتواصل مع الشريك وتتباحث أمور مستقبلية ممكن تحطوا خطة لا لقاء أو لا تلاقي على حل مشكلة معينة فاليوم برضو إيجابي أما بالنسبة لبيتك الثامن فبرضو بيدفعك بالنشاط لأمور الدعم المالي إما نشاط على بنوك مؤسسات حكومية كلها إلها علاقة بالأمور المالية فنشاطاتك ممكن تكثر اليوم بهذا الاتجاه أو لفوترة بعض الأمور أو ترتيب الأوضاع المالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم بقول لك ما تعتمد على الحظ نهائيا في الاتصالات البعيدة أو بالتنقلات أو بالامتحانات الجامعية كل هذا أو بالسفر كل هذا بدك أنت تعتمد على مجهودك الشخصي وما تعتمد على الحظ نهائيا وحط دائما إنه ممكن يصير عطل معي فأنا ما أقدر أنجز فلازم أنا أتجنبه يعني عندك سفر قول أنا بدي أوصل قبل موعد الطيارة على أساس أنه ما تروح علي الطيارة عندي امتحان بدي أدرس قبل ما أروح على الامتحان يعني من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف أنه الأمور على مستوى الشركات الكبيرة اللي بيشتغلوا في شركات أو مؤسسات كبيرة اليوم بكون عندهم إنجازات من العمال وتواصل مع زملائهم بالعمل ورؤسائهم بالعمل وممكن يتوكل لهم اليوم عمل معين لإتمامه أو إنجازه الفترة هاي ممتازة جدا بتقدر أنت تتواصل برضو لعمل أو تقدم لوظيفة مع شركة كبيرة برضو هذا بدعم مواقفك وبدعمك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى الصداقات والعلاقات العامة في فتور في العلاقة ما في قوة تساعدك أو تدعمك خلال هذا النهار فعشان هيك بتتعامل مع المعارف بطريقة ودية أو روتينية خالية من الحرارة حاول إنك إذا توجهت لك دعوة وعارف إنه هذه الدعوة ممكن يكون لك خير فيها لب النداء أو حاول إنك تعزم أشخاص إذا إليك مصلحة عندهم أما بالنسبة لبيتك 12 فأنا شايف إنه بتظل الأمور يعني لغاية ساعات الظهر فيها نوع من أنواع الضغط ولكن بعد ساعات الظهر الأمور بتنفرج بشكل جيد وبتتحسن معنوياتك وبتنقلب المعطيات لصالحك مرج الجدي مرج الجدي يعني بتظل الفرصة ممتازة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية اقتناس الفرص بتقدر تحصل على أشياء معينة خلال هذا النهار بتقدر تتفعل مع المسؤولين بمرونة وتحصل على أشياء بدك إياها لغاية ساعات الظهر ولكن بعد ساعات الظهر بدك تنتبه القمر بصير موجود في بيت متعبك تدخل فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء أنك في الفترة هاي ما توقع على عقد وما تحسم أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ أما بالنسبة لبيتك الأول فأحنا حكينا أنه بما أنه القمر رح يكون في بيت المتاعب بعد الظهر فعشان هيك ممكن تهتم تضع برنامج أنت لا وضعك الشخصي خلال ساعات الصباح ولكن في ساعات ما بعد الظهر شوي بكون في نوع من أنواع الإرهاق أو التوتر على المستوى الشخصي رغم أنه في عندك طاقة إيجابية ولكن بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأمور المالية برضو اليوم تشغلك في نوع من أنواع الفوترة أو الحساب أو تحسب أشياء معينة بتهتم في ترتيبها بس أنه بدك تقلل من المشتريات الغير ضرورية في فرص متاحة لمكسب مالي خلال هذا النهار ولكن الفرص المصاريف أكثر أما بالنسبة للبيت الثالث فالأمور جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات يعني في فرص ممتازة في هذا النهار ولكن بدك تنتبه أنه في ساعات ما بعد الظهر يعني بدك تكون حذر أثناء تنقلاتك من الضياع من الحوادث من الأعطال اللي إلها علاقة بالاتصالات والمواصلات عندك سرعة بديهة عالية بتقدر تقنع أي شخص اليوم بوجهة نظرك يعني عندك قدرة على التواصل جيدة أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بدعمك على مستوى البيت يعني في عندك في البيت اليوم اهتمامات كثيرة حابب أنك تنجز بعض الأعمال أو الترتيبات أو تجهيز البيت أو صيانة البيت أو أشياء من هذا القبيل وممكن يكون فيه نوع من أنواع التواصل مع أحد أفراد العائلة لحل مشكلة معينة أو للفرح بخبر معين أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور العاطفية عندك عالية جدا خلال هذا النهار تقدر تتواصل مع الحبيب وممكن يبادر الحبيب بمساعدتك في مسألة معينة أو بخبر جيد جدا أنت تفرح من خلاله أما بالنسبة للبيت السادس فهو قوي جدا اليوم على مستوى إنجاز الأعمال الكثيرة المطلوبة منك وممكن أنت اليوم تهتم بصحتك بشكل لافت للانتباه أو تضع برنامج أو خطة للعمل لتنظيم صحتك أو تنظيم شيء لأعلاقة بالوزن أما بالنسبة للبيت السابع فعلى مستوى بيت الشراك المالي والعاطفية شايف الأمور خالية تماما أنا من الحدود ولكن في ساعات العصر بدك تنتبه من أي حدية في الطباع أثناء تصرفك مع الشريك ممكن يزعجك بالتصرف أو بكلمة أو موقف فبدك تمسك أعصابك عشان ما تتوتر وتشحن حالك بطاقة سلبية فتكون الأمور سيئة أما بالنسبة لبيتك الثامن فهو جيد على مستوى المكاسب المالية على مستوى حل بعض الالتزامات المالية وممكن تحصل على بعض الدعم المالي من جهة شراكة أو تعويض ممكن استردادات مالية أو بعض الأموال إلك كنت تطالب فيها ولكن أجل وقت المناسب أنك أنت تحصل عليها خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت التاسع فاليوم تكثر عندك الاتصالات البعيدة والأمور اللي إلها علاقة بالتواصل مع الخارج اللي عنده امتحان رح يكون جيد اللي عنده مؤتمر أو لقاء اليوم برضو بكون جيد بيقدر يقنع أي شخص بالمضمون أو بالفكرة اللي موجودة عنده ولكن عند العصر تقريبا بدك تحذر أن الحل أو الحظ رح يتخلى عنك فرح يكون الحل صعب شوي حاول أنك ما تعتمد على الحظوظ في ساعات العصر وإنجز الأمور بجدارتك أنت أما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم يعني روتيني بالعمل رغم أنه ممكن أن يكون في نوع من أنواع التوافق ما بينك وبين زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل فيكون في نوع من أنواع الدعم لإلك أو على إنجاز بعض الأعمال الموكلي لإلك أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف على مستوى العلاقات الصداقة اليوم نشاط أكبر من أمس ما ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تنشط مع صديق معين في حركة معينة إما بتساعده أنت أو هو بساعدك في مسألة معينة فالأمور جيدة خلال هذا النهار لاستغلال علاقاتك ومعارفك أو صداقاتك إن احتجت لهذا الأمر أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرنا في بداية الحلقة بدك تكون حذر لأنه أساساً راح يكون القمر موجود في بيت متاعبك فبرهقك كثير على المستوى العملي وعلى المستوى الصحي بدك تراقب الوضعين هدول وحاور أنك أنت تأخذ قصة من الراحة وما تحسم أمور خلال هاي الفترة إلا لحديث ما يوصل القمر لعندك برج الدلو حافظ على هدوءك وما تحاول إثارة الفتن هاي فترة مهمة وبتمتحنك لا تضعف ولا تستسلم ولا ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك في ساعات الظهر بتنشطوا بين الأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة طبعاً القمر معروف أنه هو موجود في بيتك العاشر ورح ينتقل لبيتك 11 فعشان هيك بعطيك هذا التوقع بالنسبة لهذا اليوم حاول أنك أنت تأخذه بعين الاعتبار أما بالنسبة لبيتك الأول فأنا شايف أنه اليوم نفسياً أنت عندك ثقة بنفسك عالية جداً تقدر تتحرك وتنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك تلفت الانتباه والأنظار خصوصاً للجنس الآخر أثناء التعامل معهم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف أنه الأمور المالية ما زالت مرهقة روتينية تماماً فعشان هيك ما في بوادر بالفترة هاي أو في اليوم هذا لا نوع من أنواع الحلول فلكن ممكن أنت ترتب مسائل معينة عشان تستغلها في الأيام اللي قادم إن شاء الله ويكون فيها خير ليلك حاول أنك تقلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه الأمور على مستوى التنقلات والاتصالات جيدة جداً في منكم ممكن يهتم بشراء سيارة أو استبدال أو صيانة أو جهاز هاتف يعني من هذا القبيل إشي العلاقة بالاتصالات والمواصلات في عندكم كثير من التحركات وفي منكم ممكن يخرج في نزهة أو في تحركات معينة باتجاه معين ممكن يقنع أي شخص بوجهة نظره أو يناقش بمسأله معينة ويحسم أمر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور استقرت تماماً يعني بتقدر أنت اليوم تتواصل مع أهل البيت بطريقة معينة تعالج مسألة معينة تهتم بأمور إلها علاقة بالبيت بشكل معين يعني الأمور إيجابية وبتدعمك بشكل ممتاز أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف الأمور العاطفية برضو اليوم بتتأجج عندك فبصير نوع من أنواع التواصل مع الحبيب أو الاتفاق على شيء معين ممكن أنك تعالجوا خلل معين أو تفكروا في المستقبل أما بالنسبة للبيت السادس فهو بيدعمك على مستوى العمل على مستوى الاتصالات على مستوى الصحة تقدر اليوم تحقق برضو إنجازات ممتازة على مستوى العمل اللي برغب في تقديم لوظيفة معينة اليوم برضو مناسب إنه يدم لها عمل أما بالنسبة للبيت السابع فهو فارغ تماما من الحضود فعشان هيك في مستوى الشراك المالي والعاطفية حسب الطبيعة اللي أنت عايش فيها على حسب التحركات ولكن في ساعات الظهر بدك تدير بالك من حديتك في التعامل مع الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن يعني هو بعوض شوي عن البيت الثاني في الأمور المالية فممكن تجيك الأموال عن طريق بنك عن طريق استرداد مالي استرداد ديون نوع من أنواع المواريث ميراث دعم يعني من كل هاي الاتجاهات ممكن تجيك إذا تحركت لها ممكن برضو يجيك نوع من أنواع سداد الديون أو بعض الرديات المالية أما بالنسبة لبيتك التاسع فاليوم بقولك دير بالك ما تعتمد على الحضود نهائيا إذا كان عندك امتحان جامعي إذا كان عندك سفر إذا كان عندك تنقلات بين المدن بدك تكون حذر جدا ما تعتمد على الحضود حاول أنك أنت برضو تتعامل بعقلانية وبدون عصبية أن تم اتصال ما بينك وبين أي شخص خارج البلاد أما بالنسبة لبيتك العاشر فأنا شايف أنه الأمور مثل ما ذكرناها العاشر والإحدى عش في بداية التوقعات بالنسبة لبيت المتاعب اليوم يعني بتخف الحدية شوي لدرجة أنها بتدعمك بشكل إيجابي حاول أنك تنجز الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما القمر ينتقل للجدي بصير في بيت متاعبك فبتصير الفترة ضاغطة عليك وصعبة فحاول في هاي الأيام تستغلها لإنجاز كثير من الأعمال المطلوبة منك برج الحوت تستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر سار هاي تعتبر من أفضل الفترات خلال هذا الشهر فترة فيها حركة فيها اتصالات فيها سفر فيها تنقلات فيها اهتمامات بامتحانات كل هاي الأمور ممتازة جدا وممكن أنك أنت تبلش تنطلق في بورش جديدة أو بتحرك جديد باتجاه معين يعني وجود القمر في العقرب في بيتك التاسع بدعمك بشكل واضح جدا في ساعات الظهر بنتقل القمر بصير في بيتك العاشر بيت السمعة ومصالحكم الاجتماعية يوم مناسب للي ببحث عن عمل اتجنب الخلافات وسعى لتلطيف الأجواء خصوصا على المستوى العملي أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت الأول شخصيتك أحسن اليوم نفسيتك أحسن عندك خطة معينة حابب أنك تمشي فيها خلال هذا النهار أو تنجز بعض الأعمال المهمة اللي بتتعلق بشخصيتك أو لمردودك الشخصي أما بالنسبة للبيت الثاني فشايف أنا الأمور جيدة على مستوى الأمور المالية ممكن أنت بترتب لأمور العلاقة بالفوترة أو ترتيب الوضع المالي أو الاهتمام المالي فاليوم جيد ممكن كثير منكم يحصل اليوم على مال بعود له من عمل إضافي أو من أشياء أنت كنت مشتغلها قديما أو أموال موجودة عند أشخاص بدك تستردها أو تهتم في الأمور المالية ككل ولكن قلل من مصاريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فبدعمك على مستوى التحركات والاتصالات اللي بيشتغلوا في مجال تسويق أو السيارات أو بيع السيارات أو شراء السيارات الفترة برضو هاي بتدعم بشكل ممتاز اللي بيشتغلوا في نظام الاتصالات والمواصلات مدعومين بشكل قوي واللي عندهم امتحان برضو رح يكون ينجزوا بشكل ممتاز جدا بتقدروا تقنعوا أي شخص بوجهة نظركوا خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع فعلى مستوى البيت الأمور استقرت شيئا ما خلال هذا النهار بتقدر تتواصل مع أهل البيت أو عائلتك لوضع خطة معينة أو بعض الحلول لبعض الأعطال المنزلية أو بعض المشاكل المنزلية ولكن انه بتقدر تنجزها برضو بخلال هذا النهار أما على المستوى البيت الخامس ما زالت الأمور العاطفية شوية بتضغطك فنوع من أنواع الحدية في التعامل أو في التصرفات أو الحساسية من ردة فعل حبيب خصوصا في ساعات المساء ممكن تتسلل لك فتغضبك أو توترك أو تعملك ردة فعل سلبية أما باق النهار فهي جيدة أما بالنسبة لبيتك السادس بتقدر تنجز كثير من العمل المطلوب منك خلال هذا النهار وبتقدر تهدم بصحتك أو صحت قريب لإلك الأمور إيجابية وبتدعمك وممكن حتى تقدم لعمل خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة المالية والعاطفية وبضع بعض الحلول على مستوى الشراكة وممكن تطوير في العمل أو تطوير في الحياة ما بينك وبين الشركاء أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايف على المستوى المال الأموال المشتركة اليوم ممكن تحصل على دعم أو على دين أو على قرض أو على سلفي أو على أمور بتتعلق في رديات الأموال من الديون يعني أنت مداين أشخاص تسترد اليوم أموال أو تحصل على نوع من أنواع المكافآت أو السلف أما بالنسبة لبيتك التاسع وبيتك العاشر فذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 يعني بعلاقاتك العامة أو مع الأصدقاء في نوع من أنواع الفتور ولكن في ساعات الظهر تحديدا ممكن توجه أنت باتصال معين بشخص معين أو يجيك خبر يفرحك من خلال صديق أو معرفة لحل لمسئلة أنت كانت عالقة معك بالفترة الماضية ولكن تقدر تنجزها أنت خلال هذا النهار ويجيك الخبر الجيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فأنا شايف أنه يعني فيه كثير من التراخي في إنجاز الأعمال أو الكسل في إنجاز الأعمال المهمة أو ضرورية حاول أنك تنجزها وما تخليها تتراكم عليك لأنه هذا برهقك بالفترة القادمة في منك رح يهتم بوضع صحي بيا إله يا لقريب لا إله ولكن أنه على الجهتين الأمور بإذن الله بتكون جيدة ممكن تعيدوا عيادة مريض أو زيارة مريض في المستشفى أو في بيت أو يكون عندكم مريض أنتوا تهتموا في أكثر هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء